موسيقى معي بالستوديو وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital والأهلا بك دعنا نبدأ بالستاليني ومرة أخرى عدنا لنرى الصورة شوية سلبية ومتشائمة بما يخص المحادثات ما بين بريطانيا والتحاد الأوروبي بما يخص الديفورس بالبريكزيت أين نرى ستالين؟ بالفعل حقيقة بعض الأسابيع الماضية التي كانت هناك بعض الأخبار تشير إلى أنه إيجابية في ملف المفاوضات والانتقال إلى المرحلة الثانية أي أن المرحلة الثانية التي تهم بشكل كبير الجانب البريطاني وهي البدء بعلاقة تجارية مع أو الحديث عن علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي عادت الأخبار لتعود أيضا إلى بعض السلبية وخاصة بالملف الإيرلندي بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية هذه الأخبار نحن ننظر إلى بالفعل إذا كان في الاجتماع في 14 ديسمبر إذا كان هناك فيتو لأجمهورية إيرلندا بما يخص هذا الملف وإلى حق طبعا هي في هذا الموضوع سوف يكون الموضوع إذا صح التعبير كارثيا على الملف المفاوضات بالنسبة للجانب البريطاني وصلا رح يكون هناك ضغط على السلن بشكل أو بآخر اللي هو عم يتلقى دعمه بالشكل كبير الآن من الأخبار السياسية والتركيز عليها أكثر من البيانات الاقتصادية طبعا هذا الشيء رح أيضا ينعكس على قرارات بنك أوف انجلند بقراراته برفع أسعار الفائدة لأنه نحن بنعرف النمو ببريطانيا رح يكون متعلق بأنه إذا كان هارد بريكزيت أو سوفت بريكزيت في هذا الملف يعني التوقعات الآن بالنسبة للنمو كانت قبل ملف البريكزيت كانت 2.2 بالمئة الآن عند 1.5 النمو في بريطانيا وأيضا معدلات تضخم عالية يعني رح يكون قرار صعب بالنسبة لبنك انجلترا في اتخاذ خطوة في التشديد إذا ما كان هناك تعثر في هذا الملف الدولار لا زال مستمر بالارتفاع على خلفية الإصلاحات الضريبية التي ستكون بصالح أو من صالح الشركات الأمريكية البنوك تتفاعل إيجابا هناك اهتمام بالاستثمار بالأسهم الوصرفية هل سوف نرى مستويات جديدة للدولار خلال الفترة القادمة 2018 ستكون قصة الدولار برأيك فاطمة بالفعل هناك عدة محفزات بالنسبة للدولار وبدأها نحن بدأنا الآن بتمرير أو إقرار مشروع الخطة بالنسبة لمجلس الشيوخ والآن بالانتظار التوافق بين الخطتين أو مشروع الخطتين بين مجلس النواة ومجلس الشيوخ للوصول إلى صيغة نهائية أيضا التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر أصبح أمر محسوم بشكل كبير بالأسواق والأسواق تترقب ممكن خرارات أو بيانات أخرى لتأكيد وطيرة رفع الفائدة في 2018 الأنظار تتجه بشكل كبير إلى يوم الجمعة وبيانات الوظائف هناك تركيز كبير على مستويات أو معدلات الأجور إذا كان هناك بالفعل في ارتفاع أو تحسن في معدلات الأجور هذا رح يعطي مؤشر كبير لعام 2018 رح يكون ممكن رح نقول أنه هو عام الدولار دقيقة خلينا نتحدث عن النفط الآن تم تمديد اتفاق لدينا لونك بزيشنز من قبل الهيدش فونز هل هذه المستويات اللي حنشوفها كأفريج بال2018 البعض يتوقع أعلى صحيح هناك بعض الأساسيات بدأت تدعم النفط وخاصة بعد تمديد الاتفاق ولكن في بعض الأمور أيضا بإطار تمديد الاتفاق يعني بعض الأعضاء بدأت تصريحات أنه هنين عندهم يعني خلينا نقول أنه يقدروا يطلعوا من الاتفاق في أي وقت محدد وهذا خلاف على ما كان متفق عليه في الماضي هذا رح يضغط شوي على الأسعار والحمد مسؤول تطوير العمال في ICM شكرا جزيلا